أنا اسمي عزيزة أنا اسمي عزيزة وبحب إنه اسمي ضل موجود هذا التواصل بيني وبين الناس باسمي لا بس استفاز من الموضوع يعني وبينت علي إني أنا هذا الموضوع بكرة بتعرف هديش غاصب والإنستاد بايتوني هديم إشني يعني أنا مفكر من أقصى الأبور ممكن أصير أنا فكرت التعديل ما توقف كمان وعند الدليل الشخصي يعني من إعتقال أحد الأقارب ما في ولا أي حالة 250 حالة إلا كان في خلق بمكاعد معين أو 2 أو 3 المتهمين بقضية متخدرات تم تعريتهم تماماً وإشبارهم على النوم وعلى التنشع الروم بتعرفي وإنت بتحكي معاه أنا حالة أسس إن كل جسمي وعشاني أي حدا أجهزة أمنية لما نتناسب شخص إسلام يعني من خلفية إسلامية يفكر بالانتحار من شدة التعليم لك أنت بخية بقصفة التعليم مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست قارب حلقتنا اليوم مع العزيزة صحفية عزيزة نوفل كثير حوارات وكثير حديث كل فترة بنسمعه أو بتصدر على السوشال ميديا بشكل أساسي حول قضايا التعذيب بنعرف أنه في قضايا تعذيب موجودة داخل سجون الأجهزة الأمنية سواء على مستوى السجون المحلية في المدن والبلدات أو على مستوى فعلياً السجون المركزية بس دائماً بكون فيه زي خواره موجود أو تشكيك أو حديث على تراجع التعذيب أو تقدم التعذيب تغير شكل التعذيب أو غيره وحلقة اليوم فعلياً هي فرصة لنقاش الأرقام ونقاش المواطيات اللي بتناقش قضايا التعذيب كلياتها من خلال تجربة العزيزة عزيزة مرحباً يا عزيزة أهلاً وسهلاً فيك يا أحمد أهلاً وسهلاً فيك يا أطيك ألف عافية أهلاً وسهلاً فيك ونطع هذا الموضوع ناش نحكي مشاء لك ولكن الموضوع مليح خاصة بالفترة الأخيرة وإحنا نسعب عن هاي القضايا الصدقان يعني مؤسفة جداً إننا نسمعها للسياء قضيتنا الفلسطينية الشاملة كمان أهلاً وسهلاً عزيزة بالعادي أنا في البرنامج بترك الضيخ عرف نفسه بتعريخ هيك مختصر صغير بشبه البيو اللي على جوجل أو في المواقع الكتير اللي فيه فيه لقالك مساهمات فيها وبنفس الوقت تعريف مغاير زي ما أنت بتحبي مين عزيزة؟ تفضلي أنا أم لك لك أولاء أطفال وصحفي واستقلاء من مدينة نابلس بسكن في رام الله هذا هو التعريف اللي أنا بحب أعرف نفسي فيه تحت صحفية مظلة كبيرة بحب أني ما أخصص حالي بقالي معين من الصحافة رغم أنه التخصص هنا يرام هاي مطلوب ولكن في حالتنا الفلسطينية بتحس أنه التخصيص بغير مبدأ الصحافة اللي إحنا بنشتغل فيها أنت بتيجي بدك تروح على أنك تكون صحف استقصائي بشدك الصحفي إنه بده يغطي في الميدان ويغطي القضايا اللي بتسيجير معنا كل يوم والأحداث وهذه التفاصيل فهو التعريف الصحفية أعتقد أنه هو التعريف الجيد حتى الآن أبعرفت مستقبل إيش يصير ولكن حتى الآن أنا صحفية مستقلة طيب إذا بدي أنعشك ذاكرتك شوي وأطمع بتفاصيل أكثر على كيف صرت صحفية وكيف صرت أم وكيف دخلت المساحات السياسة من وراء نرجع لوراء شوي من واب بتبلش من أني مرحلة بدأ أبلش من التوجيه أنا كنت ولا مرة أفكر إني أبدأ أدرس صحفه أنا طول حياتي بدأ أدرس موسيقه حابة كثير من إني أدرس موسيقه بس بذكر لما نهيت فترة التوجيه وسأيت للمديرة وديرة المدرسة جمال عبد الماصر في ناغلس إنتي شودك تدرس حكيت لها رح ألتحق بكلتين للفنون وأدرس موسيقه هي بتحكي لي بس أنت ما بتشبهي الموسيقه ودرسي إشي أقوى من هيك فضلت في بالي هذه الفكرة بتفكير بسيط وكانت لسا الصحافة جديدة يعني جامعة النجاف تحديدا هي جامعة كانت أقرب إلي والتحقت فيها كانت الصحافة قسم جديد تابعنا العلوم السياسية فكان هو خيار يعني وهذا الخيار اللي بشبهني إذا لم يكن موسيقه رح يكون صحافة حاولت بصراحة يعني حاولت تولدتي كثير تفنيني لأنه تعرف إحنا فلاحين والفلاحين العقلية معينة شو صحافة اللي بنت تدرس تدرس معلمة فأنا كان لازم أتحاين كان في تحاين لقد إنه لا أنا بدأ صحافة بس بدأ أخذها عربية مشان أروح حياة أصيد معلمة ولحد الآن إمي بتحكي تضحك تعرفين حكيتي لي رح تدرس معلمة والآن أخذ صحافة رغم لأن أنا عمليا لا أخذ تفرع ولا شي أنا رايح أدرس صحافة وممكن نكون من المحظولين أو وش من المحظولين مش عارف إنه بعد تخرجنا مباشرة يعني إحنا تخرجنا والانتفاضة شهران انتفاضة تاني انتفاضة الصحفي مباشرة بشكل كبير وتولت الأحداث بعد ذلك انتفاضة اجتياحات لمدينة نابلس تسكين لمدينة نابلس تسكين لمضف كلنا كان فرصتنا نشطل معرس حافظ اللي درسناها وتولت الأحداث صرنا مع الوقت صرت أنت جزء من هذا الحدث بزواجي وعد قال زوجي وعدم بيتي صرت أنت من جهة انت صحفية ومن جهة تاني احنا انا جزء من هدف الصحفي اللي استمر تواصلت كمان مرات تواصل حصار نابلس تواصلت الأحداث صرنا أكثر في أكثر في هاي العملية السياسية العملية الواقع اللي بنعيش يوم بعد يوم كانت الصحفي في كل يوم بتفكر أنه هذا هو الخيار الصح اللي أنا قلت فيه أنا درس الصحفي دائماً بتضلي أحكي أني أنا الأشي الوحيد اللي أنا فخوره فيه كثير أنا فخوره بشغلات كثيرة بحياتي ممكن مش كثير يعني بعد على الأصاب ولكن أكثر الأشياء أني قدرت أني أتماها مع طلبات أهلي وما أدر الصحاف بالعكس يعني الصحاف هي اللي أشي وبعد كل هالسنين وأنا حالياً وصروبات في المهنة وصروبات تشتغل بالصحافة كشير كان صعب فيما بعد أنك تكون أم وتكوني كمان تشتغل بالصحافة مع في نفس الوقت تدير بالك على أولاديك في ظل غياب الزوج كمان يعني كان فيه هناك أعباء متراكمة ولكن هذا هو الأشياء اللي أفخر فيها فعلاً أني قدرت قدرت فترة من الفترات رغم صعوبة أوقاتها أني أفضل على حافة الحياة في هذه المهنة فعلاً كانت أوقات كثير صعبة وكنت أتمسك في مهنة الصحاف في الآخر درجة ولحد ما الأمور ترجع تستقر وأرجع أم ترعيش في الصحافة فالصحافة بحس أنه هي اللي بتعططني كعزيزة أنا كعزيزة الآن أنا التعريف الصح اللي صحفية ما أعرف بحس أنه إشي إشي كثير تعنيني إني أذنى صحفية وإنه أنا مارست من الصحافة في وضع دوالي معيني صح الدوالي مكس عزيزة طيب شو التعريف اللي بتحبهوش أو شو التعريفات اللي بتحبهاش لا أو الأوصاف اللي بتنحكى أو المسميانات وأنا عزيزة مسميات أنا أنا مش عارف ما في مسميات بحد ذاتها بس مثلا أنا من الناس اللي ما بحب حدا يحكي لأم إشي مثلا يعني يعني نقسمة باسم ابني أو زوجة يعني أنا بحب السبي أنا اسمي عزيزة ما حدا يحكي لي أم إخلام رغم رغم أنه ابني يعني تعرف يعني أنت عارس شو يعني إنسان يكون عنده يعني ابن يعني إشي كبير ولكن أنا ما بحب ما بحب تحرير حكي لأم يامن مثلا وكثير الرباق واجه هذا الموضوع بحكينهم يعني هم بابي احترام كثير ناس بحكي لأم بس أنا ما بحب بصدقة أنا بحكي باسمي أنا بحس إنه اسمي كثير عزيز علي وأنا تعبت لحد ما قالت اسمي معا كان إشي سهل إني أصير عزيزة نقفل فما بحب حد يغيب اسمي أيضا وحنس بخوف إنه حدا إنه مع الموقت يعني إنه الناس سيروا يشكفوني أم يامن وقققية باسمي الأصلي لأنه فيه بتصير هاي كثير حالات إنه تحس وين راح اسمه أنا ما بحب هكي هذا من الأشياء اللي بتستفزني جدا صدقا يعني أنت راح تدائف كثير معناها بس بلش يحكي لك حد جه لا لا ما في مشكلة بالحجة الحجة وصف ولكن أم بتصير اسم يعني تخير أنا أخوي يحكي لأمي يعني 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 أنا أخوي إنت يعني تربيت أنه يارك يعني بس بحس فاهم بخطر لإيش قاعد ما بعرف لاش إنه زي كأنه بصير في جدار أو تعبير عن احترام وترسين حدود بين وبانك أقدر يمكن أو في جدار ما بتعزز لما بصير عندك أميامل أكتر العزيزة لا أنا أنا مفكرش بهذا التفكير بفكر إنه أنا هويتي اسمي مش بقصد عليك بقصد بالدارجة العام لا أنا كتير أنا كتير حابب أو أنت شعم تحكي قاعد شكل العام شكل العام بس اللي أنا بقوله في شكل العام كل إنسان إلو هوية هاي الهوية اسمه المكون الأسفلس إلو إنت لما لسنوات تضلك بتحكي أم 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 عبليا أنت غيبت إشي وهم شخصيته وعنا فكرة هذا من الأشياء اللي تسقط علينا العادات والتقاليد اللي تسقط حتى على النساء تحديدا يعني أنا أعرف أنه بحكي أبو ولن لرجال ولكن عن نساء تحديدا بيجي زميلك دي ناديك من باب أنه عاب يحكي اسمك مثلا يعني أعرف أعرف فأنا ما بحب هاي الفكرة أنا اسمي عزيزة أنا اسمي عزيزة فبحب أنه اسمي ضل عوجود هذا التواصل بيني وبين الناس باسمي أعلم فيك عزيزة لا أستفاذ من الموضوع يعني وبيّنت علي أني أنا هذا الموضوع لا أكحك لا أكحك لا أكحك لا أكحك أريد أستفسر عزيزة أنت في بالعادي أنا بسأل شو الحدث اللي خل الواحد عزز عنده هوية فلسطين أو حوالها لأشي مش بس أكد يعني رومانسي أو درامي أو ممكن يكون كمان الأشي من مكان تاني مع تطور السؤال والحلقات اللي عملتها صار فيه كمان شكل إجابات اللي بيقوله مش ناتج يعني العلاقة مع فلسطين مش بالضرورة ناتجة لشيء ما بتعلق من فلسطين بقدر معنه كمان بإسرائيل بالاحتلال فمعنى الاحتلال ممكن يكون أعطاك سبب كمان يعزز لك أكتر الهوية أو يحاول لك سؤال فلسطين لسؤال إشكالي أنا بدي ما بدي أفوت هذه الفرصة يعني مع حدا مثلك بدي أعرف القصة اللي حولت أو المشهد أو الصور اللي اللي حولت فلسطين عندك من رموز لسؤال لدافع وأشكال وهاجس أنت بتشتغل فيه ومن خلال الصحافة واضح أنه بتلاحقيه بس كمان بحب أعرف عن قصص تالي لاحقه يعني بدي الحدث الأساس اللي أول شيء بخطر لك بس بحب أعرف كمان عن أحداث تالي شوف أنا ولا عملي فكرت بهذا السؤال الصراحة ثاني بس خلينا أرجع أنا وياك أنا يعني كبرت بأوافر للانتفاضة ثانية الأولى يعني بتذكرها خيال وإحنا كعائلة ما كناش يعني من خريطي في هاي العملية النظانية في الانتفاضة الأولى أنا مش بتذكر أنه أي حد عائلتنا تم اعتقاله أو شيء زي هيك ولكن أنا درست في مدرسة اسمها جمال عبد الماصر في مدينة دابلس يعني آخر الانتفاضة قبل قدو والسلطة يعني بعد سنة أو سنتين يعني كان لسا مظاهر الانتفاضة في المدينة يعني هي كانت في راسي العن في منطقة حيوبية وكانت منطقة تصير فيها مواجهات بس بذكر خيالات أكثر من أنه مشاهد حقيقية ولكن ممكن تستغرب أنه أنا تعرفت على فلسطين المحتلة وفلسطين النظار وهي التفاصيل بالجامعة رغم أنه فترتها أولنا كانتش لسا انتفاضة يعني بداية دراسة بالجامعة كانتش انتفاضة تانيش شلالي ولكن إحنا كان كنا محظوظين يكشير بفترة دراستنا كانت أوتسل وجري فكميلة الناس اللي كانوا طالعين بطبيع السجون هائل وجاكين كلهم بدون يخلصوا جامعة أو يعني كل دحكي يكملوا جامعة أو إنوا جامعة فكانت قصص حقيقية للموضنين درستوا معنا أكبر مننا بسبع سنين أكبر مننا بعشر سنين فكلهم كانوا ذكريات ماشية على الأرض لإيش أنت أعتقلت شو خليتك فهد أسود كتائب يعني في أشياء يعني كان زخم كبير لهذول الناس يعني على الأقل أنا بحياتي الجارعية يعني أنا درست مع قيس عدوان درست مع محمد الحنبلي دربتنا مع محمد المشاوي كانت في المهرجانات اللي تصير جمال ونصور جمال سليم يجوا على الجامعة نشوف فقم أنا أنا صورت أبو علي مصطفى أول من رأيج على الجامعة بعد عودته لفلسطين استقبالته الجامعة ورحت سلمنا عليه وصورنا يعني كان فيه هالرموز الدائمة حتى لو الوضعر كان مستقر ما فيه انتفاضة مباشرة فيما بعد صارت الانتفاضة بتحس أن الموضوع مش والله فجأة في فلسطين لا إشي تراكمي وإشي مع الوقت وإشي استمراري هلأ بدك تحكي لي فيما بعد بلقش ما بعرف ما فكرتش صدقا في الموضوع ولكن حسيت أن الموضوع هلأ لما وانا خاعد بفكر في الإشي بحس منه استمراري بعد الجامعة صارت الانتفاضة ثم نغطي انتفاضة استشهر بكتين نارس إحنا بنعركه درسنا إحنا وإياه ومشينا بجنعازات ناس عزيزين علينا كبير تأثرنا من دامس أغلقت صار إشتياحات بدرست والحياء اللي أنا كنت أبشي فيها كلها تهدمت أنا والله مرة بنسى من منظر السواق بالإشتياح الكبير أنا من الأسف كنت في عمان حجزت في عمان فلما روحت جيت تبخيتي البلد سود لنا يعني أنا مذكر نفس فلنشيت في الشوارع من درستي كانت لونة أسود من كفر الواضع كلها يتركوا فيما بعد مش بعدي كثير بالألفين وخمس صار حدا في الشخص يعني فدن بيتي وعتقال زوجي بعد سنة من الزواج وغلوم وأنا كنت جزء من الموضوع يعني كان الموضوع قاسي جدا يعني تعرف هديش قاسي بالإستاد بيتوين إيش يعني أنا بفكر من أقصى الأمور من كمصير ف سؤال الوطنية وسؤال الهوية الهوية فلسطين في داخلنا ما أعتقد إنه إحنا تقدر تفكر إنه في في حدث صار عشان هيك تطنع ما برع أنا بحك التكر يعني إنه ووضوع بصير بنغلس في جواتنا مع كأينونيتنا مع صيد رويتنا إحنا كفلسطينيين بس هين هو برعك بدي أرجع بدي أرجع للسؤال هذا أنا كتير بتوافق معاك وبتفق معاك واللي أنت بتقولين لكل حدا فعليا عاش كثافة الأحداث اللي موجودة بفلسطين بالضفة أو في غزة تحديدا ما بكون عنا رفاهية التفكير بالسؤال هذا ولما منيجي منفكر بالسؤال هذا من عدة كمية الأحداث اللي مرت علينا بالحياة فمنشوف أنه ما كان في حتى بريك يعني ولا عمستوى شخصي ولا عمستوى عام أنه أنت تفكر إنه هذا الحدث بفرق عن هذا بس في مجموعة تفاصيل اللي هي بتكون زي كف شخصي هذا اللي أنا أجرب أدور عليه وأفحص فيه إنه آه هذه اللي أنت بتحكيها هي اللي بتخلق الجو العام اللي تحته فعليا بفرض علينا مش العلاقة مع فلسطين إحنا نخلق أصلا برموز فلسطين حضر بكل مكان يعني بس فيه الحدث أو شهادة حدا أو صورة حدا أو خبر أو حاجز ما من كتير حواجز أو قصة ما من كتير قصص هي اللي عززت الصورة أو حولت فلسطين لسؤال إشكالي أو سؤال هاجز أو سؤال سؤال يعني سؤال إشكالي أنت بتلاحقيه وبتفكر فيه وبتدوري عليه أو بخلقك دافع باتجاه التمرد المقاومة أكتر أو رفض شيء ما من هون يعني إذا بدي أطلع من عنه كمية القصص يا أحمد كمية القصص أني أنت بتشوفها والسؤال الدائب أنا من الناس اللي بس ألا تشير بس ألا تشير لما أشوف ناس يعني قدموا لهذا الوطن تشير يعني بس ألا يعني لما لما التغطيات اللي نقوم فيها لما تكون عائلة قدمت ثلاثة أربعة شهداء وسنوات طويلة من الاعتقال هذي البيوت بس ألحالي دائما أنه هل الفلسطين تستحق كل ذلك ودائما بتكون عند الإجابة أنه فعلا إحنا كوطن نستحق إحنا نستحق أنه الفلسطين تستحق كل هاي التضحية وفي المقاربة أنا كعزيزي شو قدمت كبير يعني بحط حالي بهذه المقارنة هلأ هي للصحفيين ممكن تكون بالسلام المهنية والنفسية مش إشي إنجابي ولكن أنا دائما بحط بعد التغطيات الثقيلة خلينا نحكي بين قصيرا التغطيات الفقدان خاصة الفقدان المتكرر للعائلات اللي أنا كثير بتتأثر فيها بحس إنه بسأل حالي إنه أنا في بلادنا تستحق عن التضحية وهي التضحية فرق عينة عا كل إنسان وأنا في المقابل شو قدمت من هنا أنا ممكن بديش أحكي إنه أنا بواسي حالي أو إنه بعضي حالي تبرير ولكن أحيانا كثير بفكر بعفلي إنه مهنة الصحافة من نرجع كذلك والصحافة كوسيلة كوسيلة وسائل الوطنية اللي ممكن إحنا نقوم فيها أو إحنا كصحافيين نقوم فيها وهذا الفرق بين ممكن صحافة يتفذ الصحافة كمهنة للإسترزاق وبين صحافة يعتبر إنه هاي الصحافة مهنة ووسيلة ممكن نقوم نقدم فيها إشي وما حين وقت صرت أفكر إنه آه إحنا صحافيين قادرين إن يكون هاي الأداء الوطنية اللي ممكن نقدم شي ولكن بمنظور وطني بمنظور رواعي بمنظور بحس وطني عنك مش هارف كيف أجاوك على السؤال بالضبط ولكن صدقا هناك حدث وعين ولكن زي ما ما حكيت لك فيه مجموعة أحداث خليك تطرح أسئلة هاي الأسئلة اللي ممكن تقودك لها هاي إجابة إنه إحنا فيه لنا قضية فيه لدينا وطن مسروب وإحنا نستحق إنه نعيش زينا زي كل العالم وهذا هذا الموضوع بحاجة بحاجة لهذا اللي ضارني فيه هيك بأن أفكر يعني بشكل التفكير اللي أنت بتفكري مش سؤال إشكالي أو عزز الهوية الفلسطينية وعملك فلسطين بشكل تاني حدث عام بتعلق بفلسطين أو بالاحتلال وأثر فيك كتير وكان واحد من المحطات اللي أثرت فيك وعملت شو عزيزة موجودة اليوم يعني هيك أفكر الانتفاضة يعني الأغولة أثرت فينا كتير لأنها كانت بداية مواجهتي الحقيقية يعني بداية المواجهة بداية العمل الفعلي للصحافة وفي نفس الوقت بداية مواجهتي مع الاحتلال يعني أنا صرت أشوف الاحتلال موجود بشكل ظاهر أكثر بشكل الاستعمار بشكل الهمجلي أكثر بشكل بصورته السيئة أكثر استشهاد زملائنا في الجامعة في أحد الزملاء عزيزين جدا يعني كنا قريبين منه جدا من السلشت يعني ممكن هذا حدث عمل تحاول فوقي يعني أنا بفكر وفطر الخط تفكيري ونظرت للتفاصيل أنه قبل خمس دقائق تكون مع إنسان وتخطط أنه تروح تعمل قصة عينة بعديها يدعو توصل للدوار من رابلس السنشت يعني بعديها بساعة تكون فيجي لناستو يعني كانت كثير صعب وإنسان فاضت ثانية وبعد سنين كنت نحكي هبة 2015 أنا أثرت فيها جدا 2015 كثير كانت ديش أحكي نقطة تحول من مقدار من نقطة صدم بإليه لأنه أولادي كانوا كبار في العور كانوا يعني ابني الكبير كان صار عشر سنين صار عمر واحد سنة فمعظم الشرباب يعني إيش أحكي معظم الأطفال اللي تم إعدامهم هيدا دانيا بنفس العور فالموضوع كبير أثر فيه جدا وطرح التساؤلات الكبيرين وإحنا شو عملنا وشو نسوي وشو قدمنا ونرجع يعني أنا كل فترة مش قادر أعطيك فترة بحدد لأن أنا بحياتي كل فترة مع كل حدث في خواستيب بعمل ترجع عندي هاي التساؤلات من أول من جديد ونرجع بدور على الأسئلة من أول من جديد والأسئلة اللي كنت مقنعة حالي فيها أو يعني حاسي إنها أرضطني في السابق ترجع تتكسر ومحس إنه لا أنا بحاجة لأجول بأكثر اقتناع مع الوقت بتصير أصعب حرفت كيف مع كل حدث وممكن هذا الموضوع لو أنا مش صحفية ما بواجه عرف كيف يعني أنا متأكدة أنا لو مش صحفية ما بواجه هاي التساؤلات الكبيرة بس هي فلسطين زي ما حكيت لك كل مرة أنا يعني قبل ما نبلش تنزيل حكيت لك أنا مع استشهاد الزميل يشيرينا باقلي صدقا صدقا رجعت هاي الأسئلة من أول مجدين أسئلة الهوية والقضية وش قدمنا والبلاد وهاي التفاصيل كل الفترة بترجع الأمور السؤال بيكون أصعب عرف وإجاد الأجوة بتكون أصعب والقادم أسوأ عندما يبدو يعني ما بارد إن شاء الله بكون هيك إن شاء الله بكون هيك تارفيها تقدريش تعالقيها في البيت عندك القادم أسوأ بس تقدري تحكي بكرة أحلى والقادم أحلى وهيك أفضل يعني أروح أحسن في هيك ألوان بيجي فيها تجمع بيار سيئة أنك سيئة بحياتنا الصخصية وأمالنا ونفسياتنا بحتاج أن واحد يعزل يعني يعزل كل الأدوات اللي تعلمها بعرفها بالتدوين والصحافة والمحتوى وغيره وكلها يبعدها عنه زي ما تعلمت إيش أنه أنا ممكن أكون شاطر مدير بمكان ما بإدارة شغلي وحياتي وترتيبات ومشاريع بس ما أبدأ رتب مشاعري ونفسيتي يعني بنفس المنطقة هيك بتمرن الواحد بس بدي أرجع أكمل معاك بنفس المنوال وادخل أكتر على موضوع التعذيب أكتر بس هم معلش محتاج أكتر يعني التفاصيل وقصاص شو اللي أنا بالنسبة لإلي يا عزيزة واحدة من الناس الصحفية من الصحفين والصحفيات اللي مش يعني مش هاويين صحافي أو الشغل تبعهم تقل فملف التعذيب غير إنه إنتي اشتغلت فيه وقمت بإيشي نوعي فيه مؤخرا هلا بنحكي فيه أكتر بس بالنسبة لإلي أنا متأكد إنه فيه دافع شخصي حول قضية التعذيب من مسألة شخصية لمسألة عامة ويمكن خلال الحلقة رح نشوف أكتر شو معنا الترجمة تبعت إنه إنتي الصحفة مش مجرد يعني هو عمل أو مهنة وم بتقومي فيها بقدر ما إنه هي ترجمة كمان لنضالات أو تعبير عن رأي بشكل ما يعني فتعي نبلش من سؤال أو من فكرة التعذيب أول مرة إنتي حضرت لك إنتي بلشت تشكلي معها مشاعر نحكي التعذيب في سجون السلطة تحديدا عشان نكمل يعني هلأ ممكن أنا أظلمك شوي ونرجع أنا وياك للألفين وأنا في الجرامة بداية الألفين وأنا بقى الجامعة كان مشروع التخرج بالتحقيقات الصحفية إحنا ماخدين مادة تحقيقات الصحفية وكان نعزم على التحقيق الصحفي وبفترتها كانت ارتقالات السياسية قبل الانتفاضة التاني كانت الاعتقالات السياسية في السجون والسلطة في أوجها يعني للمعارضين السياسية كان واجه واحد لهذه ارتقالات اللي هم المعارضين السياسية فأنا فكرت إنه ليش معالش التحقيق الختام للمعادة عن الموضوع وبالفعل ممكن نحكي على الهوال الأول مرة هذا الحكي اتنكرت إني أنا مع عائلة الشهيد جمال منصور إني أنا بنتهم وهو كان معتقل بالسجن الجناد ودخلت على سجن الجناد وعملت معاه مقاول وشفت العتفقالات ما كان الموضوع صعب زي الأيام هاي صعب من ناحية الإجراءات والتعليب وهي التفاصيل ولكن أنا بفكر إنه أول تحقيق بداية بداية جدا يعني قمت هيك كان بتلك الفترة وكثير من الشخصيات اللي حانية في ناس ملودين وفي ناس صاروا شهد ألا شفتهم بسجن جناد هذيك الفترة وعملت التحقيق وأخذنا على إعلان اللي حق يا رمى والأمور هيصة وتمام هذا بذكر جيدا يعني الموضوع وكان بالف بالم بسه مع عنو صار موضوع التعليب في الخصر بعد نهاية الإضباطة الثانية بتعرف إنه التعليب في سنون السوق ترتفع شوي كانت فترة انتقالي لمدينة رام الله يعني العيش في مدينة رام الله كنت أنا عايش في ناب عيش مع إذا بالذكر مجد البرغوثي اللي قتل في سجون السلطة بالألف والثماني أعتقد أنا قرأت ملاث لجنة التحقيق تشكلت لجنة التحقيق من مجلس التفشير أيامنا قرأت تعيث إيب كان يعني قاسي جدا 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 يعني لدرجة لا توصل في نفس الفترة أعتقد أو بعديها بثاني كان فيه قتل شخص ثاني مش منذكر اسمه وكان حكي حاول الانتحار يعني الرواية الرسمية اللي طلعت أنه حاول الانتحار وتم كالعادي تشكيل لجنة تحقيق ما طلعش منها ولا شيء وراحت الأمور وانتهت القصة بال2018 كان فيه كمان مقترح لإعداد تحقيق وكانت فترة المقتل أو العز حلاوي في نابس أنا اخترت أني أعمل عنه في تلك الفترة اخترت أني أعمل لأني أنا في بالي بال2008 قصة مجد البرغوثي وفي بالي أول عز حلاوي بين هذول السنوات العشر سنوات كان هناك حديث دائم أنه الوضع لم يعود كما كان السلطة وقعت عن اتفاقيات السلطة غيرت من أسانلي بالاعتقال ما فيه تعذيب زي أول ما تفكر أنه فيه تعذيب أول لحد ما وصلنا لمقتل العز أو العز حلاوي أنه كان مقتل بطريقة ببشعة جدا فأنا وقفت الموضوع بحكية تخلينا نعلم شيء أنه هذه الاتفاقيات الدولية فعلا أثر على تعاون مع الموضوع السياسيين في سجون السلطة طبعا شفنا وصلنا في التفقيق كان تحقيق يعني مش بعض تحقيق الأخير ولكن تحقيق استقصائي أثبت أن كل الاتفاقيات الدولية ناقصت سراغت على هذا السوق حتى لو كان هناك حاملات من قوسين تجميل ولكن السياسة التعليم في حال أنه صار أي حفظ سياسي موجود وإحنا مقصد بالأحداث السياسية تتعرف بغزة وهاي الاعتقالات مباررة كان أي حدث يصير بغزة كنا نشوف بالمقابل اعتقالات سياسية بالضفقة ضد أنصار حركة حماس نحكي ونرافقها أحيانا تعذيب وأحيانا نلقى يعني عمم الموضوع ولكن التعديد ما توقف لما خلال من حتى زمالة أريج اللي حصلت عليها في العام 2021 كان وطلوب مني أخطار موضوع لتحقيق فأنا فكرت أنه التعديد ما ما توقف كمان وعندي الدليل الشخص يعني من اعتقال أحد الأقارب اللي أنا تبعت قضيته من الألف إلى نياء وشفت أنه التعذيب حتى لو لم يكن التعذيب بالضرب التعذيب النفسي التعذيب بسوء المعاملة التعذيب للأهل ما توقف وفي هناك هاي العقلية المنمسية العقلية الأجهزة الأمنية اللي بتتعامل فوق كل القوانين لا زالت موجودة فاخترت أنه أعمل هذا التحقيق ممكن اللي عزز الفكرة عندي أكثر أنا بشتغل مع مراسل بلا حدود على توصيق الاتحكية ضد الصحفيين وبتلك الفترة يعني الفترة اللي أنا حددت للتحقيق بالألفين وطمانطاش لأنني أنا كنت عامل لألفين وطمانطاش في تحقيق صابق فأنا فكرت أن أخذ فترة من ألفين وطمانطاش للألفين وواحد وعشرين في تلك الفترة كان لدينا موضوع في هجم على الصحفيين بعد إقرار قادون الجرائم الإلكترونية وفي اعتقالات للصحفيين قدوا أكثر من أربعين يوم بعد الصحفيين بشأن نولح وهذا ذي بحد ذات وأصلا تعذيب صدقا أنا دخلت على هذا التحقيق من هذا عبار أني أنا في تعذيب حتى لا أعلم مش تعذيب جسدي في عنا تعذيب مع نور تعذيب نفسي في عنا سوق وعامل في عنا كسل القوانين أنت الفرضية أصلا الأساسية لا تتعنق بالتعذيب الفرضية الأساسية نحكي عن الاستمرار لإعتقالات السياسية بالرغم من القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية التي تحرم ذلك هذه الفرضية الأساسية وأن كل مواكولات السلطة التي سوقتها خلال توجهها للأمم المتحدة ومقرها تكمل هائل من الاتفاقيات من 2014 إلى 2018 كانت مزبوطة تتحدث أن نحن لا يوجد معتقلين سياسيين لا يوجد تعذيب ووقعت على اتفاقية واضحة تعذيب ووقعت على البروتوكول وإن الاتفاقية وعلى تعذيب فبالت نحن الصدمة الكبرى أنه لا هناك تعذيب كمان من جسدي لسه وفي تعذيب زي تعذيب زمان ولكن تحس نحن ونحن ونحن تتحدث أو تحس أنه لا يوجد المتابعة من المؤسسات الحقوقية أو أن الأحداث السياسية تطرع على هذا الحديث ما بعرف ولكن أنا صدقا صدمت أنه في عنا حالة تعذيب جسدي يسمي لا بأس فيها قدرنا نحن بعينة التحقيق وأنا صحفية وبتابع الأخبار وما كنت عندي هاي المعرفة أنه لحد الآن إحنا عنا فمن هنا بفكر أنه حتى أحيانا أجهزة الإعلام السلطوية قادرة إنها تضل يعني ضل وبالأسف هناك مؤسسات تتماهى مع بعض الضل يعني لبعو أسس حقوقية تيجي خلال إرداد التحقيق تحكي لي لا ما تفكر أنت سجن ريحة زي أول يعني هو أنت لأن سجن ريحة لازم يطلع منه معتقل بعاها عشان يكون فيه تعذيب فتخيل لأوين وصلنا يعني وصلنا لأنه جرد أنه التعذيب الجسدي ما ما بترك أثر هذا خلص ما فيه تعذيب فكثير أشياء طرحت في التحقيق أنا كنت ألوم حالي يعني بين وبين حالي وأنا بشتر في التحقيق أنه إحنا كصحفيين وإن كان هين يعني دول الناس لما يعني كثير ناس يعني أنا كثير ناس كنت عاتب نفسي لما أسمع قصصهم ومشاهداتهم يعني إحنا إحنا كصحفيين وإن كنا يعني فعن كيف يعني بتحس أنه كمان فيه تقصير الصحافة بهذا الجن لا أنا ممكن أذهب من الموضوع أنه إحنا عندنا يعني الصحفي بيدخل بهذا التناقض إحنا عندنا فيه قضية كبيرة يعني فاضين نحكي السلطة لا أبس ما هو كمان فيه هدول الناز ضحايا يعني على الأقل يا على الأقل أنت ما رح تعملهم إشي كبير أكثر من أنك توفرهم منصة يحكوا يعني وخداش كان حز باني يعني أنه أزعر عن جدي أزعر لما ألاقي حدا يشكي لي وكنت إحنا مشبوحين يعني هلأ جاي تحكي معاي الصدقا أشعر إش قادر أرد عني مش قادر أحكي له أنه لأ ما أجدك تحكي له يعني فعلا إحنا قصرين يعني بتعرف في مصر وفي كل يعني في كل الأنظمة العربية بين فعليا وجود معتقلين سياسيين وبيحاول يؤطر الموضوع دائما بتهم أو بقضايا أو كذا ففعليا في مصر ممكن تلاك صحفيين فرضا تماهو مع فكرة أنه ما في معتقلين سياسيين أو البعض القليل كمان أنه لما بيجي بحكي عن المعتقلين أو على التعذيب أو عن المعتقلين السياسيين بستثني الإخوان لأنه زي كأنه في مشكلة موجودة بينهم يعني بمعنى مشكلة سياسية والإتنين بطشين بهذا المنطق زي كأنه أصلا النظام موجود في سلطة صرت أحاس زي كأنه في حالة السلام أن الموضوع أكبر كلفه أعلى بس بنفس الوقت في حالة تماهي أنا مش بشوفها بس بملف الاعتقال والتعذيب بشوفها في حالة الصحفيين لما الواحد يكتب باس فيسبوك بديفكي على مظاهرة في غزة أو مظاهرة بالضفة زي كأنه دبلوماسي محتاج ياخد أو يقدم فعليا موقفه من الطرفين وينفي للقساب ويتمنى زوال الانقسام ويؤكد على الوحدة الوطنية وشعارات ملاش أي معنى بس زي كأنه السلطة جرتنا لمحان أنه تحكي لا هدول مش معتقلين سياسيين هدول معتقلين حماس هذا واحد بعدين هدول تفضلي تفضلي لا أنا لقد أحكي لك إياه أنه إحنا صار فينا زي مصر زي حال نحكيت فيها إحنا عقليا هذا هو الفرق يعني أنا لو بدي أشألة يعني أوجد الفرق بين التحقيق اللي أجرينا بال2018 والتحقيق اللي أجرينا يحس فيه الفروق الأساسية بالموضوع أول فرق إنه مع الموضوع فيه تغول من قبل الأجهزة السلطوية عكل من يقول لا لها بغض النظر إحنا بطلت الفئة معارضين سياسيين خلصنا هاي الأموص معارضين سياسيين صار أي حدا بحكي لا للفساد أي حدا بكتب بوست على وسائل التواصل الاجتماعي أول إشي الفئات توسعت شرائح الشرائح الناس اللي بتم عبدال تقالوا توسعت إحنا بعينة البحث أخذنا ثلاثة جرائح شرائح المعارضين السياسيين نقصد فيها حماس جهاد إسلام حتى الجبهة الشعبية حتى فتح بإنقساماتها الداخلية ودحلان ومش دحلان وهي التفاصيل وعندنا فرية الرأي والتعبير اللي هو بعد قادم الجرائم الإلكترونية للأسف صار أي صحفي يتم حاسبته أو أي ناشط أو صحفي يتم حاسبته عن أي إشي ما بعجبه أي حدا واخده ويحاسبه وفي عدنا كمان الحراكات ضد الفساد بس كل هذول الثلاثة شرائح لما يجوا وقفوا قدام القاضي لا يتم محاكة على الأشياء اللي بتم التحقيق معاه في عندك معظم اللي قدتها بتكون حيازة سلاح جمع أموال إثارة نعراض طائفية وإحنا في فلسطين فيش عنا نعراض فيش عنا طوائل مشان نثير النعراض أو المساس بهيبة الدولة يعني هذول هذول الأربع تهم طيب وين السلاح اللي تضبطوا ما حدا برعر وتاجر سلاح بس ما فيش سلاح ويني أموال اللي تضبطوها ما حدا برعر مثلا لما تيجي تقرأ ملفات هذول المعتقلين صدقا يعني الموضوع التفاف واضح اتفاف يعني مفضوع ومع كذلك ما في حدا بحكي وتروح على مؤسسة حقوقية بتحكي بكل بساط بحكي لك نزل المحكمة والله تهم حياز السلاح ما انت بتحرف إنه هاي التهم ولا تفكر ما لأنا فعلا بعرف بس هاي اللي نزلت من القاضي فإحنا عمليا صرنا زي زي الدول التانية أنا دائما بحكي للأسف الشديد للأسف الشديد إحنا بقضية المعتقلين السياسيين وصلنا لمرحلة إنه نتعلم من من الأنظمة خلينا نحكي للدكتورية الاستبدادية بطريقة يعني منوخذ أسوأ ما عندهم ومنطبق هلأ منزل المعتقل السياسي على المحكمة قدام القاضي فيه تهمة قدام منظمات الدولية فيه تهمة لما يجي الوراقبين والمنظمات الدولية العامة في فلسطين ولما بعرفش أجهزة أمنية يعني طريقة يعني ولفتة للنظر وفيه هناك بتحس إنه فيه قوة عندهم فيه قوة كبيرة مش مجرد والله أجهزة أمنية وفيه إلهام عجائيات لا فيه قوة كبيرة يعني الموضوع صدقا يعني حاليا إحنا بنسمع يعني وكن هاي قوة التحقيق التحقيق بحكي عن إش إلى حد من 2018 الحالات لنصف 2021 ولكن نفس التحقيق ينطبق عن حالات اللي صارت وسمعنا عنها الأسبوع الماضي والأيام الفاكر والأسبوع والشهر الماضي يعني عمليا فيه استمرارية في الموضوع فيه تعذيب قاسي فيه سجون بالصباح أنا ما بدي أحكي أنه دائما كل يوم وكل واحد يتمع تقال ويصير يعني يمارس عليه هذا التعذيب ولكن موضوع التخفيف من التعذيب مش منطقي حتى لو واحد فقط يعذب فيه عندنا قانون فيه عندنا اتفاقيات دولية تمنع هذا التعذيب أنا أنا بدي أنطلق من اللي أنت بتقولي أراكم كمان على على شو كنا نحكي قبل شوية أنه فعليا السلطة حطتنا على على أرضية بمكان يعني بتذكر 2006-2007 مع اعتقالات حماس كانت اعتقالات مجنونة باش محتاجين يعملوا أي إشي داري بس لاحقا تم تعطير كل الأشياء قانونية وصار فيه زي تشكليست بيحملوها منعطيتهم منعطي كذا منستدعي أول مرة منستدعي تاري مرة وهي إداريا ممتاز حلو ونتعامل كل شيء صح يعني بس إحنا مش بالشركة إحنا هون في يعني هون مش نقاش النوط مع ذلك يا عقمن ده وقفة ومع ذلك أنا خلال التحقيقي وثقت 250 حالة هذين 250 حالة ما في حالة منهم إلا كان في هناك خرق في جيئيني معين إجراءات قضائية قانون للإجراءات الجزائية اللي يبق عملية الاعتقال عرفت كيف؟ يعني بمذكر التوقيف غير مذكر التوقيف تم سماح حقلو إنه يسرع محامي تم سماح حقلو إنه يتصل على أهله بعد صدور قرار بالإفراج عنه هل تم تطبيق القرار ولا لا ما في ولا أي حالة 250 حالة إلا كان في خرق بمكان معين أو 2 أو 3 مع كل تحسينات خلينا نحكي لكن مجتمع قاعد بحكي إنه ليش بتعذب ولادنا كتير في حالة فبصير في تعاطم هفردي نجحة السلطة بإنه تحول هذا الموضوع على مستوى المجتمعي وعلى مستوى الصحافة والإعلام بإنه هي حالات فردية الجانب الثاني السيء اللي بحس إنه إحنا زي أكرناه طعام اللي هو قضية إنه السلطة مش بطلة تتعذب في تغير في تغيير داعم وتطور وتقدم وتراجع دائما بأشكال التعذيب من تعذيب جسدي بشبح بنسمع عنه بأماكن يعني اللي هو الصور التقليدي لكلاسيكي بعرش إذا هي هيك بذهن كل واحد في صور لشو تعذيب جسدي بس من صورة الشبح فذهني لفكرة التعذيب النفسي أو الضغوطات النفسية اللي بتنعمل على كتير لها والإشي فيه مده جزر حسب الحالة حسب الداعي ولكن بالنهاية إحنا منصير نذكر نستعين بصور مع السلطة بتقدمها لإلنا على إنه تراجع التعذيب واللي أنا لقي لي كيف أنت عم بتقولي يعني هي الفكرة مش جماعة إنه إحنا عتدنا على الصقف العالي من التعذيب الكبير الوحشي وصار فعليا أي تنازل من قبل السلطة وهي مش تنازلت هي بطن فيه داعي تستخدمه بس اليوم الخوف والقلق إذا رجع فيه مثل 2007 سبب عندهم لكي بدهم يعملوا فيه تجاوز كان لإشي اجتماعي وإشي سياسي وإشي قضاءي وإشي رقابة وإشي كل إشي يعني كان فيه فجور وبظل لني يوم ما تغير إشي في البنية وهذا اللي بشوفه في التفقيقات عندك وبحاول ويعني وظلت حاضر الأسئلة براسي شاركتك إياها أنه أنا كداش تغيرت أصلا البناء نفسها داخل السلطة وداخل الأجهزة العمنية اللي بتقوم بالتعذيب أكتر من فكرة كداش بالمخروجات اللي قاعدين بنشوفها في التقارير الحقوقية والتقارير الصحفية أنه تراجع التعذيب يعني هيك وبتعرفي كمان نقطة عزيزي صارت حتى في اللقاءات مع بعض السياسيين حتى من المعارضة يعني أنت من حماس بالأكتر بتكسي كمان عشان بمرحلة ما كانوا محتاجين يبرروا الاجتماعات المصالفة وعندهم وأبناءهم معتقلين فكانوا بشيروا لقضية مثلا أنه تراجع التعذيب إحنا فعليا كنا بنعمل كذا وكذا عشان يتراجع التعذيب أو عشان تسهيلات عليهم فحتى الجوانب السياسية أو الجانب السياسي من القيادات المعتقلين المنظمين أو المحزبين كمان ساهم بتقديم الصورة لأنه التعذيب بطل موجود أو خف مقارنة بالحال الوحشية اللي كانت بال2006-2007 هذا الوضع اللي بتعمل استعراض بتحسه أنه مش دقيق بدني المقتل مثلا أو العز هلأ بعيدا على أنه لا كان حماس ولا مجرد أنه معارض للسلطة من نفس السلطة يعني هو بالنهاية شخص مش بعيد عن السلطة ولكن الفكرة أنه حاليا هناك استخدام الاعتقالات السياسية والتعليم لأي حدا خصم للسلطة بغض النظر الشكل هاليا القصومي وهذه النقطة مهمة نعرفها يعني أنا ممكن أكون خصم للسلطة بأي بأي لحظة من اللحظات وإنت ممكن تكون خصم لهاي السلطة فهذا الموضوع الخطير مش بس لا ما بدنا نظلنا حطينا الموضوع أنه يتعلق الحماس أو الجهاد الإسلامي أو المعارضة لا الموضوع أعتقد أنه أفضل من ذلك من خلال عينة التحقيق تقدر تعرف تماما يعني ممكن في حالات لأنه سرية الموضوع تحكي تفاصيلها ولكن في بعض الحالات إن قداش بسيطة ولكن أنا ما قدرت استوعظها أنا هذا ذكر أحد الحالات اللي بحكيني عن قداش تعذب وانشباح وانشباح ثلاثة أيام ولا أربع أيام مش بذكر بالضبط وحطوني بغرفة وحطوا على راسي كل بساطة بحكيني وشو تهمتها بحكيني رفاعة تصور أخوي بالشهين أنا صدخا عند هاي الإجابة يعني وعارف أنت في شغلة التحقيقات تطر تسمعي الأجوبة أكثر من ور عشان تعمل التدقيق وهي التفاصيل ممكن سمعته أربع مرات والأربع مرات كل ما أسمع ويحكي اللي علقت صورة أخوي الشهيد أمظلم أشعر بنفس الوجع يعني يعني الموضوع مش سهل يعني أي حدا بفكر أنه ووضوع الإعتقالات السياسية محصور في إطار معين أعتقد أنه المفروض يراجع حاله إحنا ممكن يكون أي إنسان خصم للسلطة الحاكمة رضي نضضر من هاي السلطة أنا ما بدي أحكي عن السلطة في الضفة ولا بدي أحكي رغم أنه أنا تحقيق عن الإعتقالات السياسية في الضفة ولكن ممكن ما بوعرف ما فحصتش في غزة نفس الشي ما أبعرف بس أنا ما فكر أنه ووضعنا الحالي على الأقل بالمكان اللي أنا اشتغلت فيه وأخذت العيانات فيه أي إنسان ممكن يكون محل هذا بالمعبقانين السياسية وإحنا كصحاف كإعلام المفروض يطلع من هذا التأنيب الضمير أنه إحنا هلأ نتناقش بقضية متناقضة مع قضيتنا الأساسية لأنه أنا زي ما حكيتلك إحنا نفتر بغض هالصحاف أداة كمان الصحاف أداة هتكون تحقق عدانة عدانة لكل ضحايا عدانة لكل موضوع كيف متناقضة يعني هذي كل الأشياء التي تتعلق باللي بتضطر بقضية خلفات إحكنا ممكن لأن نحكي من الدافل ولكن أنا لأن التحقيقي من خلال شبكة الصحاف الاستقصائي قريج وتم عرضه من خلال يعني وقت وعلى استقصائي حضر كل العالم 361 خلال الأيام الأخيرة عرضناه بتحس كاللي من بره فلاصية ما بيستوعب أنتوا عندكم احتلال ويفكر تناقضنا للأساسي يفترض أن يكون مع الاحتلال وأنا بديش أكون حالي مكثير وده أحكي لك أني أنا بينه وبين حالي بفكر أنه إحنا كصحفيين فعلا يفترض يكون تناقضنا الأساسي مع الاحتلال والخلافات الداخلية هذه ولكن فترة من الفترات بتحس أنه لا يعني أنا كنت أفكر هيك سابقا ولكن بعد هاي التحقيقات بحس أنه لا يفترض أن نركز على هاي المطور لأنه العدالة واحدة العدالة واحدة الصدق يعني إحنا كصحفيين أن ما قدمنا هاي المنصة للمضغوين يعني ممنون شي يقدمها يعني معلش عزيزة اسمحيلي أنا وهون هاي محتاجين بس هيك عشان نحكي فيها ونتجاوزها بعدين بس أنه أنا كدام صحفية طول عمرات وصل على الهتلال اشتغلت تحقيقين فعليا أو اشتغلت بملف على مدار السنين بشكل ثاني وبحياتها لما أبعرف بس ليه محتاج أنوه أو أبرر أنا ليش باجي بشتغل على قضية التحقيق أو قضية مع الاحتلال بس كمان تناقضنا لأساسي مع كل إش بمس كرامتنا جزء من تناقضنا مع الاحتلال أنو بمس بكرامتنا فأنا بالنسبة لإلي مش بس حتى يعني لما بنحكي عالتعذيب أنا أنت بتكوني تحكي عالتعذيب ضمن ثلاث شرائح أضطرتيها بس أنا في بالي بكون بضيف حتى فكرة القضايا اللي ممكن تكون جنائية حتى القضايا اللي ممكن تكون لها علاقة بالمخدرات أنه من وين بيجيب رجل الأمن فعليا داخل أجهزة الأمنية هذه القوة وهذه السلطة لأنه يبطش ويتجاوز سلطة اجتماعية سلطة أسرة سلطة عيلة سلطة بلد سلطة قرائب سلطة كتير أشياء ويمتحن كرامة شخص ثانية وممكن يقابله بالشارع يعني هون فيه مهام وهذا التحقيق الأول بال2018 إحنا ما أفضناش بعض قليل فقط بعض قليل سياسي ولكن أخذنا بعض قليل في مراكز الاحتجاز بشكل عام التعديل في مراكز الاحتجاز بشكل عام إنه ممكن يكون والتفهم بمخدرات بالزبط بالزبط بزبط بس هذه فكرة من القضايا اللي بيظل بيظلها في بالي إنه فيه اثنين متهمين يعني هاي وصقت أنا أحد القضايا اللي وصقت التحقيق الأول ومتهمين بقضية متخدرات كانت الدنيا تعلج وكان في تنجرهم والله بارد كثير فتم تعريتهم تماما وإجبارهم على النوم وعن التنجر والرو من قبل أحمد الأجهز الأبنية أنا هاي بلتذكرها بس يا أحمد إحنا فكرة التعذيب على وجه التحديد مرتبطة بالسجوب الإسرائيلية وهذا اللي بيخلق التناقض إن لا الصحفي ممكن نكون عنده هاي يعني الشد يعني الأفد والعطف لداخله إنه هاي الأسليب نفسها إحنا منحكي عنها لأسف يعني عند الاحتلال يعني يعني كيف ده حكيرك إنه بكون فيها هذا الفعل أنا بشهر في التناقض إنه أنا بكتب عن نفس الشيين ووجوب لدى الاحتلال المرتبط بالاحتلال عرف كيف لأنه بأذها التعذيب الإشي القاسي جاي من الاحتلال هو كمان لأنه طلاقضنا مع الاحتلال أنا في مشكلتي مع التعذيب من ناحية السلطة أنا كأحمد أضعاف مشكلتي مع أنظمة عربية يعني بكون كتير واضح معك أضعاف مشكلتي مع أنظمة عربية لأنه بالسياق الفلسطيني إحنا بنكون نتبع هذه الحلقة ممكن تكون بمكان تاني مع حدا تاني على قضايا التعذيب في سجون الاحتلال وليه كيف أخذت أكتر من شكل وكيف فصار في قوانين موجودة تطلت من تعذيب جسدي إلى تعذيب نفسي بالشكل العام بس في حالات موجودة تعذيب الجسدي ما زال موجود فيها فأنتي بتحس أنه هذا النقاش مش لازم أكون بسجون السلطة يعني بكل بسلطة مش لازم أكون بسجون الفلسطينية بسجون الاجهزة هذا هو التناقض أن هذا الموضوع عم بتم امتهان كرامتهم يعني إذلالهم بهذا المنطق وفي آثار اجتماعية عم بتكون على الأهل وعلى العائلة وعلى الأسرة هذا الرجل المعدب اللي اللي بتم بظن الأثر النفسي لما يتعرض له في سجون السلطة أضعاف لما يتعرض له في سجون الاحتلال هناك كرامة هناك شرف لمجرد فكرة أنه بالسجون الاحتلال أنه أنت المحقق أو كذا ضربك أو وداك أو عزلك أو هيك بس بسجون السلطة فيش أي كرامة يعني فيه إشي اللي هو الواحد مش عارف من هو اللي ينقيها أنت خلال عمل احتكيتك كمان بأسر وعائلات بأسر وعائلات الأسرة أو المعتقلين اللي تعرضوا لتعذيب فيه صور أو فيه قصص ممكن تخلينا نشوف أكتر الأثار اللي بتوقع كمان على أسرة الأفراد هدول أكيد فيه تأثير كبير على الأهل يعني أنا فيه حالات كثيرة حكيت مع الأهل نفسه وما حكيت مع الشخص لأنه كان يكون الشخص مش قادر يحكي عن التجرب وفيه حالات الآن اللي ما يكونوا مش قادرين يحكوا عن التجرب قداش إنه عاشوا أوقات كثير صعب فكانوا يعني عرتذروا إنه إحنا شقدرين نفتح هذا الملف مرة ثانية خلي خلاص معانا خلينا ننساها وقداش كنت أشوف في الموضوع الصعب عليهم يعني الصعب على الحالات من اللي تحكي صدخة يعني الصحفة يفترض إنه يكون يعني في حالة جمع الحالات أو الشهادات وأنا كان عندي بالأساس يعني إشكالين أنا بحاجة لشهادات كبيرة 250 شهادة بعمل صحفة إش كبير فأنا كنت بحاجة أجمع هذا العدل ومع ذلك ما كان عندي القبوة في حال إنه حد أعتذر أقعد أقنع لأنه نفسيا ما كنت أقدر إنه أكون سبب في إنه يرجع هذا الشخص لنفس الحال ونرغبه في الحالات كانت يعني بذكرت تماما حد من من البلد من قريب بعرام الله بحكي لي بتعرفي وإنت بتحكي معاه أنا حالسس إنه كل جسمي وعشاني شامي بريحة الدم ينزل مني ويتعفن علي وما يسمحه إلي أروح أغسر أو أتحمل يعني هذو الإنسان ضلت هاي تجربة هو يحكي يعني حسات فيه قداش إنه فعلا ضميري أقنرني أنا ليش كيف فتحت الموضوع وخليته يشعر بهذا الشعور مرة أخرى رغم إنه إنسان كبير أستاذ ما أدرسه الأربينات من عوره يعني كان الموضوع كان قاسي علي فرغمالك عن الأهل ولكن في حالات أخرى كان الموضوع يلخذ بعض اجتماعي أبعد من ذلك يعني بذكر أحد الحالات من قضى جنين بيحكيين لي شوفي يختيب ذلك ألخص لك الموضوع هلأتي أنا وصيت أولادي وأولادي والبلادي حكيتين هو ما تناسبوا منهم وانا يناسبوا أي حدا أجهزة أمنية لم يتناسب بخيخة داش الموضوع قاسي يعني بالنسبة له بداش حافر فيه يعني نفسيته إشي كبير بحيث إنه إنه بحكي بهذه الطريقة ناس كثير بتدعي بتدعي يعني بتدعي بطريقة يعني عن جد بتحس إنه إنه من قلب من الإنسان عاد على إنه المشاكل إنه بتصير أنت بتحكي عن ابن عمه في الأجهزة الأمنية ومعتمع تقاله وتعذيبه في نفس البلد معروفين إنه هذا أجهزة أمنية ومعروفين وتم تعذيبه فمسير بها الخلافات العائلية بين العائلات في نفس البلد بذكر أنا ببلد معينة يعني صارت صارت مشكلة يعني إنه ابنكم معذب بابننا صارت مشكلة وبلد لولا إنه يعني اشترمعوا حنهوها بسريعا وكان ممكن صير طوش ومشاركة كبيرة وولادة في نفس الوقت فيه أخوة أخوة صارت بينه بتحس مشاكل بتحت راس موضوع الإعتقلات السياسية والتعديل بس يعني مهم هنا نفكر إنه إحنا منخلق عدوات نخلق التوراة عمالنا في المجتمع صحيح بدون الناس ساكتين بس فيه جدواتهم بشي ممكن يتفجر في أي لحظة لأنهم المظلومين خسر الحالات الإعتقالات المتكررة وأنا وثقت في تحقيقي ممكن أكثر من عشر حالات إنه ثلاثة أربع مرات يعني يتم إعتقالهم تعذيبهم الشباب لحد الآن شخدرين إنهم عشر سنين شخدرين تخرجوا من الجامعات لأنه كل مره يتم إعتقالهم بالفصل الأخير من الجامعة من غير أي سبب مجرد إنتقام منهم يعني بس مش هتضيعوا عليهم من السنة قصص غريبة يعني على الجد أنا كنت أحس إنه بدأرجع لك لنفس الفكرة إحنا وين تصحفين من هاي القصص وين كنا يعني في قصص ما كنت أسمعها حكي وين كا شو كانين نشتغل يعني وين رأت كيسش على هاي القصص صفحا القصص مؤلم جدا يعني عزيزة بدأ أراكم على شو أنت بتقول نكمل بس كل فكرة البناء الاجتماعية أنا كيف كنت بتخيلني لفترة تحييطها بالانتفاضة التانية لما إجت الانتفاضة التانية عملت زي كف للمحققين وعبناء الأجهزة الأمنية بأنه ممكن ينقلب الوضع والناس تحمل إسلاح وتفقد أنت سلطتك والشخص اللي أنت عذبته يوم من الأيام هو اللي رح يصير عنده الشرعية هو اللي رح يصير عنده الشرعية الاجتماعية والشرعية الوطنية والشرعية السياسية وإنت تفقد شرعيتك وهو ممكن يحمل إسلاح وإنت تتشلح ويعني تتعرف من إسلاحك في حين فتفقد القوة فأنا كنت بس كان فيه بولا اجتماعية قاعدة بتتغير في حينها اللي بتخلي فعليا مثلا أنه عبدالأجهزة الأمنية ياخدوا بعين الاعتبار ووضع متغير غير ثابت بس اللي قاعد بسمعه اليوم واللي بشوفه اليوم خاصة من نتاجة التحقيق عندك أنه فيه أرقام بتمشي زي كأنه مش قادر أفهم شكيف في شكل بولا الاجتماعية أو عفوا البولا الاجتماعية للأجهزة الأمنية اليوم اللي هي من آخر برجع الفرد اللي عذب لمنطقته أو أسرته بس زي كأنه صار فيه تغيير على مستوى مجتمع اللي يستوعب الشخص اللي عذب أو اللي بعذب وكمان الشخص نفسه اللي بعذب هو ابن جهاز أمني أو ابن مساحة ما على مستوى اجتماعي بآخر عشر سنين صار هذا حيزه وهذه مساحته فهو مش محتكي مش محتاجي احتك بناس تاني صارت أشوف أنه فيه عوامل اجتماعية كتير بتعزز المشهد اللي موجود اليوم فكرة أنه فيه شخص اليوم بعذب معروف اسمه بنحط اسمه على فيسبوك وهذا عادل ناس تتعامل مهو يعني أو موجود وحالات التعذيب المستمرة صار يتم ربطها باسمه فلان الفلاني أو الشباب بس يطلعوا بحكوا على إكس من الناس أو الفلان الفلاني هذا ببطش أو بعذب مش لأنه بطلب منه يأخذ مني معلومات هذا بعذب لأنه بستمتع أو هذا بعذب لأنه فصار فيه قصص حتى بتم ربطها بأفراد وأشخاص بسمع ذلك مش قاعد بكون فيه إش اجتماعي يحد أو يقطر أو يرفض الناس هادئ أرجع للنقطة لو أنت كنتيها على قضية أنه فيه حدا وصق قدش فيه حالة في المجتمع في حالة رفض أو ترجمة للرفض خليني أقول لقصص التعذيب والناس المتورطة فيه شوف أنا بدي أحكي نرجع لنفس النقطة هي إحنا وين كصحافة كنا إذا الصحافة ما بتحكي والحالات أصلا عندها تخوف بتحكي يعني أنا 250 حالة لو ما رحكي تلهم أنه أسماء ما رح تطلع ما جمعت 250 حالة ونظمات ما بتحكي أو حتى لو بدها بتحكي عن حالات معينة ومش وأرقامها مش دقيقة مش لأنها ما بداتيش تغيغل لأنه مش كل الناس بتعرف هاي هما بما تطروا حكي يقدم شكاء عنيني بني حسن أحكي هذا هذا التبرير الناس كيف بدها تعرف مشان تخنق هاي تخنق حالة الرفض اللي بتحكي صدقني الموضوع صار إذا إذا في محيط الشخصي بصير في حالة اعتقال وسمعت عنها أوكي بس في المحيط الكبير وفي والله حالة اعتقال هنا وحالة اعتقال هنا الناس ما بتعرف هاي واحد تنانه هو الأهم ما جرى بال2006 2007 للأسف عكس بشكل سيء جدا على الضف بمعنى هناك تبرير الكبير وأعتقد أنا يعني مش مجال شولي أفعط أفحص نواي أو تفكير المحققين أو اللي بقول التعذيب ليش بقول التعذيب وكيف شو نفسياتهم وليش وكيف ولكن يبدو إنه فيه هناك تخويف عن إنه 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 حالة السيطرة على السلطة اللي صارت فيه ممكن إنها بتصير بالضغفة لشان هيك بيصير للا إحنا لهم عارف كيف لما يصير للا إحنا لهم ما هوم كمان عائلات الأجهز الأمني كبير وإنها واضح يعني كبير من ناحية العدد في الضفة والمستفيدين من السلطة كمان عادتهم لا بأس ما هي بالضغفة فلاش بدهم يناقضوا أو بدهم يرفضوا عمل ممكن هم بعقليتهم حاميهم فاهم فاهم علي زين ما بيصير زين ما بيصير في الرزيف حتى العائلات حتى الناس الناس ما مش معنية يصير في أي يعني كيف بيحكي لك أي صدام داخلي فبتلاقي إما يعني يعني بتلاقي هذا المحيط اللي حتى ما إله بطرفي الصراع الداخلي هذا اللي صارت لدينا بشكو لك إنه خلص إنه هلأ مننا نعمل مشاكل داخنية وبصير ختل بين الولاد البلد مع بعضيهم وبسخطهم موضوع التعذيب إلا إذا كان إشي قريب عليهم يعني قريب من محيطهم قريب من أسرتهم قريب من عائلتهم قريب من دائد اللي عايشين فيه بس إجمالا ما بتلاقي الناس بنعطي شوف الموضوع وبضفة يعني أنا أنا هيك بشوف من صح 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 صار عزيزة أمر واقع واحد اثنين الحالات بتستمر ثلاثة كمان الأجهزة الأمنية استثمرت كتير اجتماعيا ببناها بأبناها عملت علاقات اجتماعية بعقليتهم بعقليتهم بعرسل واحد فيهم مش اليوم هو مش بشترب شركة بحضر جهاز أمني كامل وأجهزة الأمنية بحضروها وتنظيم المنطقة بحضرها وبالإضافة كمان لقيش كتير مهم إنه أنا بالنسبة للي مش بس بناقش قضية أبناء الأجهزة الأمنية أنا عم بناقش قضية التعذيب لأنه فينا إلها نتائج حتى أنا شفتها بعد ما حماس استلمت بالسلطة في غزة بمعنى شكل المظلومي اللي موجود عند أبناء الأجهزة الأمنية وفعليا وكمان محققين إنه آه إذا قلبة الدنيا أو غيرك حمل السلاح أكيد ينتقل منك ما إنت بطشت فيه وعلى عشان هيك إحنا منحكي عشان هيك أنا أنا شخصيا يعني أنا واصل للي بقناعة إنه هاي المبادسات ممكن تمارسها أي سلطة آآ آآ تمتلك يعني أي جهة تمتلك السلطة آآ 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 واللي عنده مظلومية لسه بكون بطش أكتر يعني فعليا صحيح يعني على مدار السنتين القصص اللي بنسمعها على أبناء فتح ما بعد سنتين كمان في غزة إنه آآ فيه إشي هناك كان كمان مجنون قاعد بصير يعني فكرت إنه الشخص اللي عرف التعذيب ما رح يعدم هذا مش مظبوطي يعني بالحكس فيه بطش صار آآ شفناه ضمن أكتر من إطار آآ وهذا المنهم إنه ننوهنه إحنا منحكي على على موضوع التعذيب في الضفة تحديدة لأنه يعني أنا شخصيا لأنه لما أنا نشرت التحقيق صار فيه هذا الحكي إنكم لأ أولا بتحكوا طب شوفوا شو بصير غزة أنا شخصيا صحفية ما ببعرف شي من غزة ما ببسطل على غزة ويريت لو كان وأنا فعلا طرحت على أحد الزوال نعمة التحقيق بغزة زوال ضفة ولكن ما مش الحال يعني ما كانت عملية يعني لما فكرنا في الموضوع عملية إنه المساوي المساوي بين السلطتين السلطة الحاكم في غزة والسلطة الموجودة كانت مش قانونتي يعني أنت بتحكي عن السلطة وطنية هي وطرف فيها لدى العالم يعني إنه هي وقعت عن الاتفاقيات الدولية إنه هي وضعت القوانين فكان الموضوع مش عادي ولكن إحنا بنحكي عن عن وحيطنا عن مكاننا اللي إحنا موجودين فيه في الضفة ونحكي أنا فكرتي بشكل أساس يعني وصلت لهذه الفكرة إنه أي حد في موقع السلطة في موقع السلطة المشور اللي موجود حاليا بالواقع الفلسطيني ممكن يلجأ لهاي لحماية الناس لهاي الأساليب لحماية الناس لأنه أصلا بالواقع سلطة مش طبيعي هي عزيزة عشان إحنا فعليا نسكر هاي الدائرة التعذيب اللي راح تضل مستمر من الضرف للتاني لازم يكون فيها قطع بمكان ما وفيه مصار مثل المصار في غزة فعليا هذا المصار اللي يقول المصارح المجتمعية يعني وضار السنين بس قاعدين بعمله بيعني مش بس الأحداث الأيام اللي هي قضية الاشتباكات ما بين حماية صفات لا جزء منها حتى بالاعتقادات والبطش والتعديم والتفتقات هذا مش رح يبقى سهليا لا لا هذا مش رح يكون سهليا هذا فعليا عن بخر كتير وقت يعني يعني احنا نتمنى ننصل لعي المرحلة ولكن الأهم من هذه الخطة المفروض وقف الممارس بالبدال ثم من انت عشان هيت حتى أنا يعني أنا خلصت التحقيق من سنة وفاك بفكر عمل تحقيق لأنه عمليا كل شي ماشي كل شي زي ما يعني كل شي زي ما وهذا السؤال من القاس اللي يسأل لما تعرض التحقيق في منصات خارجية بيسألوك شو تأثير التحقيق ما في حدا بيسأل يعني ما في أي تغيير يذكر ما في أي تغيير على المنهجية أو على السلوك للأجهزة الأممية نتيجة نشر تحقيقات نتيجة فضح ممارساتهم بالعكس ما في حدا بوقف عندها التفاصيل وهذا إشي قاسي يعني انت بتحكي عن عن سلطة تنفيذية متحيلة من كل شي ممكن يأثر عليها الموضوع الصعب يعني عزيزة أهم النتائج اللي اللي أنت وصلت لها بتحقيقاتك وبعملك وبآخر update بتعمليش update على التحقيق تقدير تعتبر هذه الحلقة هي update بس بحب أكتر مش بس تعطيني أرقام وحقائق أو تفاصيل بدي أعرف انطبعاتك وصدماتك يعني أكتر مثل صدمت أن التعذيب الجسدي مستمر مش التعذيب النفسي بدي أعرف معطيات أو تفاصيل وانطبعاتك معها أكتر فضل هلأ زي ما حكيت لك إحنا دخلنا عن التحقيق مش مش ما كانت قصد أنها نفس تعنيب على وجه التحليم كانت تحقيق لرصد الانتهاكات أو الممارسات الخارقة عن القانون الأساس القانون للنظم لعمليات الاعتقال اللي هي قانون الجراء قانون الاشتراعات الجزائية والاتفاقيات والقانون الأساسي من الاتفاقيات الدولية ولكن خلال الممارسة في آخر تعديل للتحقيق وجدنا أنه عملية أن التعذيب اختل 61% من الحالات تعرضت لتعذيب طبعا حسب التعذيب حسب القانون الدولي في عنا ثلاث أنواع للتعذيب المتعذيب الجسدي وشوء المعامل والتعذيب النفسي 61% من هذه الحالات تعرضت لنوع من أنواع التعذيب منها وفعلا ما كان يعني ما كان رايح بهذا الاتجاه يعني كان التعذيب سؤال من ضمن 19 سؤال أعتقد كنا حطينهم أو أكثر ولكن لما شفنا أنه في هذا التعذيب فروحنا باتجاه صياغ التحقيق بأنه التعذيب في سجول السلطة لم يتوقف منذ إنشائها وحتى الآن وهذه النتيجة الأساسية فعلا التعذيب في سجول السلطة ما توقف ومنذ إنشائها حتى الآن أخذ صور مختلفة كان فيه كله ونزول حسب التحدث السياسي ولكن حتى التعذيب القاسي يدى إلى الوفاء لحد الآن إحنا نشوف تعذيب قاسي جدا بال2018 كانت حالة حالة وفاء وفي عندنا كمان بالحالات التي سعنا عندها مؤخرا إنه شخص من خلفية إسلامية يفكر بالانتحار من شدة التعليم لك أنت فيها بقصفة التعليم اللي هو يعني قبل أسبوع كانت فيه الشهادة لأحد المعتقلين السياسيين في السلطة فهذه القصص كلياتها مشتماعا أنا ما بقدر أحكي لك عن قصة بعينها بس كمان صور صور الاعتقالات اللي كونتها صور طريقة الاعتقالات اللي كونتها في راس برضو كمان ما بتروح يعني وهنا برجع التداخل بأنك تكون صحفي وإمن فدائما بفكر إنه إنه لما يذكول يدخلوا دخلوا عنينا كنا عارفين ونهو ودروا إلا ولا فلسطينية دخلوا ورعبوا الولاد أطلقوا قنار الولايز أطلقوا رصاص حولين البيت بفكر كثير بالأطفال موجودين في البيوت شو كان نحسوا شو كان نشعروا قداش الموضوع قاسي عليهم وبالآخر أبوكم ما معتقل عند الاحتلال أبوكم عند السلطة فتخير قداش الموضوع قاسي كثير حالات أنا كان الاعتقالات من البيت من الأشياء الكثير كثير كانت يعني كمان تستوقفني وأفكر فيها كثير حالات الخبر الأهل يبعدوا يومين مشعرفين والإبنهم توصل فيهم يعني بذكر واحد من المعتقلين من القضاء رعا الله بعد 48 ساعة أهل يعرفوا وينه بالصدفة قريب هم أخبره كان واصلين نبارحي لأنهم خبرين الارثبات خبروا الاحتلال يسألوه وين راح خلص من المتقلين أنه معطق لدى الاحتلال فعمليات الاختطاف هاي عمليات سيئة جدا ووقف سيارة نص الشارع باختفوك بعدها أنت أو حظك أهلك يعرفون أنت أو ما يعرفون شو أنت ووضوع مش في حالات صعبة كمان من الحالات اللي وثقتها الحالات اللي بتطر يضرب عن الطعام تخير واحد في السجد تابع للسلطة الفلسطينية أربع أيام بس عشان يسلحوا له يتصل على أهل ويحكو لكم وين أنا يعني الموضوع صحيح يعني برجع بحكي لك القصة مش بس قصة تعذيب ضرب يعني القصة بالمنارة مش قصة تعذيب ضرب قصة يعني أصعب من هيك بكثير يعني فينا قصة فعلا تحسهم هششين ما بتحملوا بهذه القصاوية يعني من أبناء جلدتهم ما بتحملوا يحس إنه بومي يحكو معاه قداشي صوت البرجر قداشي متوترين قداشي يعني يعني في حالي بذكرها جاي إذن قطرت كري معها تقري حكيت معاك المتين قداشي اضطرب فأبو أخذ الجوال بحكيني ومجرد بحكي عن الموضوع بيتخرج ولد على إنسان زي هيك أبو قعد في جنبه ومشان يعرف نحكي كلمتين بعد السنين من الاعتقاد نرجع نحكي ومنأكد الموضوع مش موضوع التعذيب إحنا مش عالف ليش إما هاي القناعة أو هاي التخفيف من التعذيب النفسي والمعنوي اللي ممكن بإنسان بيشعر فيه المعتقلين السياسيين حالة الانكسار اللي بيشعر يعني أحد المعتقلين بيشعر عمل كل عشان هو يعني نتخيل قداش حالة الإهان يعني مش مذكر حالات كثيرة بس أنا اللي بيخطر في بالي بيحكي لك يا ولا لكن فعلا قصص حتى لو ما غير فيه تعذيب مباشر ولكن قصص يعني صعبة وصعبة على الناس وصعبة على أعينك كمان يعني أنا بحكي لك صعبة علي أنا كصحية توصيقها ما كانش تسهل يعني أنا كنت مع كل مرة أجع أسمع ولأسف أنا بشتل تحقيق استقصائي في موضوع أنك تسمع المقابلة ثلاثة أربع مرات يعني قنشي يعني فكل مرة كنت أدخل في نفس حالة الصدمة يعني وغطف مع قرب السيار أو حالة الفزن أو حالة الغضب على ليش هيك صار معها هذا الشخص وفي فكرة ثانية موضوع الأطفال موضوع الأطفال إشي كثير صعب على فكرة وأنا وثقت حالات أكب حالة لا أطفال اللي هم عمر 12 وعمر 16 سنة فهدول الناس يعني كمان كان لهم حالات صعبة يعني كل الموضوع على بعض موضوع صعب على الأهالي نفسه صعب على الأشخاص نتعرض للإرتبقار نفسه وصعب علي أنا كصح في إعداد هذا التحقيق ولكن للأسف أستغرب لأنه لماذا الناس لا يشعروا بنفس هذا الشعور عشان نعمل عملية الرافض اللي أنت حكيت عنها بحيث أن نعمل التميير وهذا سؤال دائما يراودني وأقول أنا حساس زياد عن النزوم بس هاي طبيعة بشريك طيب عزيزة بدي أسألك أنت على الصعوبات يعني كداش الإشي كان قاسة عليك أو الشغل بهذا الملف ومتابعته ومقابلة الناس مش كصحفية كقريبة لمعتقلين ممكن تكون قريبة أو بتعرف معتقلين قرب منك سابقين ممكن تكون سمعت منهم أشياء ومع المقابلات كما جفت أو جهداني ما رحكت لك سابقا أو ما كنت تتخيليها بس هيك بحتاج يعني جرب إعزل الصحفية تماما في إجابتك عن هذا السؤال وخبريني عزيزة فعليا كداش كان الموضوع هذا قاسي عليها ومتابعته قاسي عليها أكتر من إنها صحفية أو بتعمل بدور الصحف كإنسان أول شي كإنسان بعيدا عن الصحافة كان عندي كمان كإنسان تأنيب الضمير لما كنت أعرف عن هدول كل الناس إني يعني لذن صارح عندي حالة شخصية صرت أحس بمعالنات هدولا للأشخاص حالة شخصية إنك تعيش هذا هاي الدوام بتابعة شخص معتقل لدى الأجهزة الأمنية ها كمان مش إشي سهل لأن عبريا كثير قاسي كثير قاسي وكثير صعب يعني شوف أحمل الموضوع يعني أنا أنا برام أحب المقارنات يعني ما أحب المقارنة إنه والله عند الاحتلال كذا وعند السلطرة وحاول قدر الإمكان أخرج من هاي المقارنة وما أوصل بأي حال من الأحوال ولكن أهال المعتقلين إنه يكونوا أبنائهم معتقلين عند الاحتلال وعند السلطة وخاصة اللي تم تعذيبهم بشكل قاسي بعملوا هاي المقارنة هذا الموضوع كان كثير قاسي علي وقاسي علي إلى درجة أنه أحيانا أنا أرفضه رغم إنه مقارنة مشروعة منهم يعني 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 عارف كيف لما تعيش بهذا التناقض إنه هم ليش بقارنه إحنا مش لازم نعمل هاي المقارنة ولكن هذا الموضوع موجود هم بقارنه بحكولك إنه إحنا إذن كان لما يعتقل عند الإحتلال بعد 24 ساعة أنا أعرف أي سجن هو إذن لما كان معتقل عند الأجهزة الأمنية أنا ما أكلت أدف إنه دواء في حين إنه عند الإحتلال كان أضمن إنه وصلوا الدواء هاي المقارنة كانت تقلمني على المستوى الشخصي جدا بعيدا عن تظهي صحفية كوني إنساني فلسطينية كانت هاي مقارنة جد أحيانا دخيني في دوامي هم ليش بعملوا هاي المقارنة بس حمليا لا لما تفكر فيها بعقلك يعني مشروع لهم هذا الموجود إيش ممكن يعمل في قصص صدقا أنا ضلت معها يعني قصص ما قدرت قصص قصص الناس اللي رفضوا يحكوا ألمتني أكثر من قصص الناس اللي حكوا مش كصحفية بس ضلت أتفكر إنه قداش كانت التجربة قاسية عليهم لدرجة إنهم مش قادرين وجرد إنه يحكوا عن الموضوع مش خايفين فيه ناس فعلا خايفين ما بدون نحكوا فيه ناس بحكوا لك إنه ابننا بدون نتخرج ابننا بدون يشتغل ما بدناش نفتح هذا الموضوع ما صدقنا وحدنا نخلص ناشي بس فيه ناس قصاوة التجربة أسكذتهم أخرستهم يعني عارف كيف قصاوة التجربة نفسية هذولا الناس كنت يعني لما يعتذروا مني شير بذن لموضوع أفكر إنه قدرش الموضوع كير مؤلم بذرجة إنه مش قادرين يحكوا عنه تعاطف كإنسان إنك توصل لمرحلة فيه موضوع تتجاهله رغم الألم النفس اللي خلك فيه بداع أخلك هذا موضوع إنه إشي قاسي جدا 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 عليك فهال قصص يعني كعزيزي بعيدا عن الصحافة شير كانت تزعجني تزعجني وتحقيل بنيا الموضوع عزيزي أنا بتعطيك لك المايك إذا بدك تحكي شي يعني حكيانا كتير أنا ما خلص شو أسألتي بس دي أفرد لك كمان إذا دي تعملي أبديت للتفقيق أو شيء صار في نهاية السنة هذه مع أنه يعني هذا الفيق تزجل بآخر أيام من 2022 ورح تنبث أو تنتشر في 2023 فبترك لك المايك إذا بدك تحكي لإشي جديد أو شيء ما حكينا سابقا وقبل ما أنه أنا مثل بركز كثير على الموضوع أنه طرق هذه القضايا مهم جدا ومش مهم جدا لأنه أنا ضد هذه السلطة أو أنا معارضة لهذه السلطة فأنا لازم أروح أشتغل كل القضايا اللي إني ضد السلطة وهذا الحكي اللي بوصل دائما هذا الحكي أني دائما وصلنا أنه أنتوا دائما بتنبشوا وأي شيء ضد السلطة بتروحوا بتعملوا لا الموضوع مش خيك تماما الموضوع إن في قضية إنسانية قضية حقوق إنسان قضية بتمس أشخاص أخير إحنا بالتحقيق الأرقام اللي وصلنا لها فقط من المؤسسات الحقوقية خمس تالاف وشوي مش بذكر الرقم خمس تالاف وستمائة وش أكام معتقد سياسي خلال أربع سنوات هذا الرقم رقم عالي أضربوا بأتنين لأنه في ناس كثير ما بتوصل لهذه المؤسسات الحقوقية وما بتتم توثيق انتهاك ضدها تبتحي عن رقم ليش هدول الناس جزلوا من الشعب الفلسطيني وبالطر ان نخود هاي التجربة هذا اللي احنا بنناقش فيه ما بنناقش اني انا ضد السلطة كسلطة او ضد الاجهزة الامنية كاجهزة امنية انا بنناقش على السوق وكيات احنا هذه التحقيقات اللي بنكون فيها كالصحفيين الباب الواجب اللي علينا كصحفيين وصول الترابعة بحيث انه نعمة على تحقيقات تكشف الفساد تكشف الخلل تكشف انتهاكات بما يتعلق بحقوق الانسان فقط لا غير هذا الوضوع انا بحب كير ان اركز عليه للأسف في وضعنا الفلسطيني الاستفافات دائما 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 هي اللي بتقيهم انت عملكت تحقيق ضد شي فساد او شي انت حقوق الانسان ضد في هاي المنطقة اذا انت معارض للسلطة الحاكمة ما في هذا الفهم لدور الصحافة كسلطة رابعة مراقبة على الوضع العام اتمنى نوصل لهاي المرحلة اتمنى نوصل لمرحلة انه نفهم ايش دور الصحافة هذا اشي كثير وهم ومسمي اليه وبتمنى انه ما اعمل ابداتيق باتمنى انه ما يصير اي احداث ولا تعذيب في السجون بحيث اني انا اعمل ابداتيق لانه ابداتيق هذا يعني معناه حالات جديدة معناه قصص جديدة ومعناه وجع جديد لناس هم يعني بتمنى انه ما حدا يشعر فيه صدقت لانه اشي من حبرتي في احقيقات هاي اشي قاسي جدا بتمنى انه ينتهي وما نضطر على تحقيقات في هذا الموضوع ولا اخر وانا بتمنى كمان انه نصل لمحل يعني يصير فيه هذا القطع يصير فيه تاريخ نحكي عنه انه صار فيه قطع بمواضيع كل ما يمس كرامة الفلسطيني بتحديدا من ابناء جلد ابناء جلدتنا بشعارف اصلا اللي الواحد بركز عليها بس على قد ما هي قاسي يعني بركز عليها وننشغل بمواضيع والصحافة تعمل دورها كمان يعني بمعالج التبعات هذا الموضوع اللي بدنا سنين اصلا لنعالجها ونتخلص منها والناس تاخد حقها من الرعاية النفسية ويمكن الرعاية جسدية كمان بكثير حالات لحي تتجاوز القصص اللي عشرتها يمكن بقى الفلسطين انا من العادي عزيزة بنهي بسؤال يعني هيك بفصل بكلب المحطة فانا بكلب المحطة وبسأل سؤال عالطبخ انتي بلشت بأول الحلقة بديك تدخليها كثير تعرفة بتحب المقلوبة او لا يعني وانا بحبها بس باشي كفية بدي كون التواصل ديني بس اذن يعني انا تربات في بات المقلوبة كل جمعة المقلوبة كل جمعة اه طب اه انا بديش أسرع بس احنا مقلوبة نمع حمص ما ما عنديش مشكلة ده تنازل بس احكيلي على على هيك شوية تفاصيل لانه هذا اشي مشترك معي بقضية المقلوبة الجمعة كل جمعة اه احنا امي يعني احنا يوم الجمعة ما بنختار يعني او بنختار فطور خفيف جدا لانه في اول ما يروضحوا اخوتي من الصلاة في مقلوبة كل جمعة عزيزة انا هيك بعرف المقلوبة انا علاقتي مع المقلوبة اصلا طارعة من هذا المشهد انه الناس بتصحى ما يتأخر ساعة عشر احداش بتروح بتصلي بترجع بتكون المقلوبة خارصة ما بتعرفي كيف وعلى جربة يعني اه وبس لطلع على الصلاة بتكلش اصلا يعني مبلش المقلوبة بعرفش كيف تخلص ضرف ساعة ضرف ساعة ونص بتكون مقلوبة خارصة وما ايدة طويلة يعني كان في احمد داية موضوع المقلوبة موضوع شائك يعني يعني انا لسنين ضوالت افكر انه انا ما باعرف مقلوبة لاني انا ما رقم انه باطبخ مني لانه ماش عارف اجيب طعم المقلوبة اللي بتعملها في ايه المقلوبة مرتبطة كل الشخص بامو يعني هيك بفك او ستي يعني ستي على وجه التحليل ستي مقلوبتها الها هيك بظل افكر يعني هيك بالخيالي وانا صغيرة انها مقلوبة ستي كانت كمان كتير وميزة حتى لو انه بعض الناس بيخبر المقلوبة مش على حمص ولكن احنا طول حياتنا بنعملها على حمص فاصل الحيارة فاصل الامور زي ما كانت بتعملها ستي فالمقلوبة ايشي حميل جدا بحسو ايشي بتعلق في هويتنا كفلسطينيين وبتعلق في هويتنا تعايلة يعني عن وجه التحديد كمان فكل واحد اللي له طريقته في المقلوبة اللي هيني بحيه خارت سنين احاول انه المقلوبة ان ما طلعت نفس الطامنة بتعملها انه اذا في خلق عاديها استسلم انا لقيلي تماء يعني لأول مرة هيك طلع موضوات الحمص مش قصة احنا منتفزلك فيها عشان هو فعليا في حوار دعم طوش منستمتع فيها يعني بس انا الرابط المقلوبة عندي هي فعليا مقلوبة يوم الجمعة بفكرة هذه الأسرة اللي بتجتمع وإحنا كنا ساكنين يعني في طول كرم نروح على كفين بل بنهاية الأسبوع ففكرة هذا الموعد اللي هو بكون فيه العيلي كلها متجمع والولاد كلهم متجمعين وبوقلوا المقلوبة مع أطباق تاني بس العنوان المقلوبة يعني مقلوبة الجمعة فعلا فيه رابط اجتماعي هو أصلا سؤال المقلوبة عندي كله بلش من الغربة بلش تياق لأسرة وعيلي واللمة بمكان ما لمة العيلي عزيزة ما بنقولك كتير مبسوط أن اتفاق يفتب المقلوبة أنا يعني شكرا جزيلا وزي ما كنت للك قم للتسجيل كنت عشان أضل محافظة على هيك على الأبرهند في الحوار هات بشكل ما يعني وعشان أعرف أديره ما حكيتك شيئا في الأول في أول المقاملة بالتسجيل بس في نهايته هادي شهادة أنا من نسبة لي عزيزة من الناس اللي عرفت معنا الصحافة لإلي وقت لما كنا متظاهرين وهي متظاهرة بشكل تاني بس من خلال عمضها الصحافة والمهنية فممنون لي كتير على هذا اللقاء وبالنسبة لي يعني هيك بعني لي كتير فكرة أنه نرجع نلتقي بعد يمكن تسع سنين وعشر سنين في برنامج في حوار وأنا عم بقوم بدور يعني بدور معك سابقا إحنا كنا نجيلك على حد أن تتعملي تغطينا كناشطين وصحفية كناشطين ومتظاهرين موجودين في الشارع فمنون لك جدا على هذا اللقاء وبالتوفيق دائما يعطيك ألف عافية وشكرا شكرا 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 لكم جميعا يعطيكم ألف عافية بتمنى نسي تنوح في الأول مثل ما بأعمل أغلب الحلقات لقضية المشاركة والحديث عن الحلقة وعن المواطيات اللي موجودة فيها إذا وصلت له هون عليكم مسؤولية كتير كبيرة بالتفاعل وبمشاركة أفكار طلعت من هذا الحلقة هذا الموضوع كان جدا مهم وبتمنى يكون فعليا يعني مساهمة من تقارب في طرق موضوع بالعادي الناس بتتجنبوا أو بتخاف تحكي فيه أو بتخاف من حجم الضغط الممكن تتعرض له لما بنطرح وبنحكم فيه اليوم إحنا مش كنا مش قاعدين بنحكي فيه من خلال جانب حقوقي أو جانب صحفي بس نحكي جانب حقوقي جانب شخصي جانب خاص كتير وجانب إعلامي وكمان هدول الجوانب كلياتهم كانوا في حلقة تقارب اليوم نحول قضايا التعذيب ومنتمنى فعلا نوصل اليوم ما فيه أي امتهان لكرامة الفلسطيني ويقول لي هنا إلا أنا بالنسبة إلى مستوى شخصي فيه كرامة أو فيه شرف ما بإنك الواحد يدخل بسجن من سجون الاحتلال ويتعرض لتعذيب أو مواجهة ما فيه معنى للمواجهة هناك الفلسطينية وأمنان الجزء الأمنية وتحديدا قضايا التعذيب ومتهان الكرامي عندهم شكرا جزيلا لكم ويعطيكم ألف عافية